السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني وعزائي زارعين والمهتمين وهذا فيديو مخصص ليس يعني لأنه زراعة عقل الزيتون ولكن مخصص للأخوان المهندسين زراعين اللي يزرعون بساتين الزيتون وكذلك أصحاب المشاتل لإنتاج الزيتون وكذلك كل من يعني هو مختص في زراعة البساتي أكو نقاط مهمة جدا يجب أخذها بنظر الاعتبار هذه النقاط مهمة جدا قبل البدء بأي مشروع بستان زيتون وأن أهم النقاط هي الصنف حقيقة اختيار صنف جدا مهم وما رح تطرق كثيرا على هذا الموضوع لكن يجب أنه يعني نعرف الصنف الملائم للمنطقة أو الغرض منه إنتاج المائد أو الزيت أيضا موعد الزراعة حتى أحصل أعلى نسبة نجاحات لازم أختار موعد يكون مناسب ثم نقطة ثالثة مهمة جدا هذه النقطة اليوم نفتقدها جدا بالعراق وهي مسافات الزراعة البساتين اللي زرتها اليوم أمس وقبله كلها كانت عبارة عن إنتاج ورقي فقط معاومة هذه السنة السنة الفاتت أيضا عاومة يمكن بعضهم حتى ثلاث سنوات معه ما قعدنا ببساتين الزيتون معاومة سنتين وثلاثة سنة زيتون سنة يعاوم ممكن بدون تقليم سنة ما يعاوم أما أنه سنتين أو ثلاثة يعاوم هذا معناتك الخطأ جدا عظيم هذا الخطأ نتيجة النقطة الأخرى المهمة هي برنامج التربية والتقليم يعني أنا قبل ما أبدأ بأي بستان لازم أخذ هذه النقاط بعين الاعتبار الصنف موعد الزراعة مسافات الزراعة برنامج التربية والتقليم برنامج الري والتسميد أهم الأمراض الموجودة بالمنطقة المتشرة أو حساسية الأصناف لهذه الأمراض وأيضا آخر شيء عمليات الحصاد وهذه رح أحدده وطريقة عن طريق كل إن كان مسافات الزراعة وإن كان عمليات التربية والتقليم مهمة جدا أخوان هذه النقاط قبل البدء لذلك رح نشرع بفيديوهات جديدة إن شاء الله تعالى تخص هذه الفيديوهات تخص عمليات التربية والتقليم مهمة جدا ومختصرة جدا رح تكون في سبيل يعني حتى الإنسان يطلع عليها بسرعة وميميل من الفيديوهات وتكون ملخصة وسريعة وتفيد بالغرض أحب أن أبه مرة أخرى على مسافات الزراعة مسافات الزراعة جدا مهمة يعني ما أنصح أي أحد ينزل تحت 6 في 6 أو 6 في 7 أو 6 في 8 كل ما أنطيت مسافة أكبر كل ما حصلت على نمو لأشجار زيتون مفتاح اللي جا نشوفه حقيقة مخالف للواقع تحياتي